السلام عليكم، أهلاً بكم مجدداً الكثير يشكو من صلع رأس الحسون الصلع أما بسبب الفاش أو فطريات لكن الغالب غيار الريش لم يتم بشكل صحيح الحل يكون للأول بالتطعيم ضد الفاش والثاني بالمعالجة الصلع الناتج من تبديل الريش الغير صحيح يكون كما يلي أولاً تطعيم الحسون بنقطة إيفرمكتين على العرق الأزرق على الرقبة ثانياً دهن منطقة الصلع باليود ثم دهنها بمهروس الثوم وتكرر هذه العملية مرتان باليوم مدة خمساً أيام ثالثاً تقليش الطائر بالعتمة مع الانتباه الشديد لأمرين الأول الحرص على تدفئة الطائر والثاني تفقد طعام الحسون وصحته يومياً صباحاً ومساء دون تعريضه للشمس أبداً رابعاً تقديم الفيتامينات يوم كل أسبوع ولإثبات ذلك وبأصعب وأشد الحالات خطراً خامساً أهم علاج لهذه الحالة وضع الطائر في سلاكة حتى يبدل الريش كامل مع تقديم الاستحمام له وضع قطرات إيفرمكتين بالمسبح مع مراعاة يكون الطقس مناسب وينام الطائر مع الغروب ويبعد عن الإضاءة المنزلية خلال ثلاث أسابيع يكون مكتمل الريش وستلاحظ بأن طائرك اكتسى الريش واختفى الصلع مع إمنياتي لكم بالتوفيق